تسعى الحكومة الجديدة لاتخاذ خطوات جدة من أجل الاستمرار في النجاحات التي تم تحقيقها في مجال الهايدروجين الأخضر والطاقة المتجددة ووقعت الحكومة مذكرات تفاهم متعددة مع أكثر من 14 تاجهة خلال العامين الماضيين لتلبية طموحات الدولة المصرية المتعلقة بالتوسع في سوق الهايدروجين الأخضر خطوات جدة تسعى الحكومة الجديدة لاتخاذها من أجل الاستمرار في النجاحات التي تم تحقيقها في مجال الهايدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وهو ما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية من الطاقة ومواجهة تأثير التغيرات المناخية التي تؤثر على كافة دول العالم الحكومة وقعت مذكرات تفاهم متعددة مع أكثر من 14 تاجهة خلال العامين الماضيين لتلبية طموحات الدولة المتعلقة بالتوسع في سوق الهايدروجين الأخضر والأهداف المتمثلة في إنتاج مائة ألف طن من الأمونيا الخضراء وعشرين ألف طن إضافية من الهايدروجين الأخضر الصديق للبيئة والأكثر استدامة وذلك بحلول عام 2025 ويعد الهايدروجين الأخضر مصدرا للطاقة النظيفة والمتجددة والصديقة للبيئة لكونه منخفضا من حيث انبعاثات الكربون كما يحتوي الهايدروجين الأخضر على بصمة كربونية أقل بكثير مقارنة بأنواع الهايدروجين الأخرى مثل الأنواع الزرقاء والرمادية التي تصنع من خلال عملية تعتمد على الوقود الأحفورية كالغاز الطبيعية وتعد الاتفاقيات التي أتمتها مصر مع كيانات وحكومات كالإمارات والهند وألمانيا والنرويج والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول دليلا على مدى جدية الدولة في المغامرة بسوق الهايدروجين الأخضر وحجز حصة كبيرة منها وتحاول مصر التحرك بخطوات كبيرة نحو ريادة المنطقة في مجال الهايدروجين الأخضر مثل ما سعت من قبل إلى ريادة قطاع الطاقة المتجددة الحكومة وضعت سياسات وتنظيمات ساعدت في خلق حوافز جديدة للقطاع الخاص بهدف تحفيز إنتاج الطاقة المتجددة كما أدركت مصر حاجتها إلى إصلاحات في سياساتها الاستثمارية ولذلك قامت بتعديل قانون الاستثمار عام 2017 بحيث يمكن للشركات العاملة في جميع الأنشطة المتعلقة بسوق الهايدروجين والأمونيا الخضراء خصم ما بين 30 و50% من تكاليف الاستثمار من فواتيرها الضريبية ودفع نسبة ثابتة قدرها 2% على الآلات المستوردة وكذلك الإعفاء من تكاليف التوثيق والدمغات على بعض بنود الإنفاق لمدة خمس سنوات ما يؤكد توجه الحكومة بقوة نحو الطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر ترجمة نانسي قنقر